هابدى معاكم الأول بالأهلي مشواره في كاس العام الاندية بنظرة كده سريع على المشوار انتصار على الاتحاد ثم خسارة من فلومننزي ومنافسة جديدة على المركز التالت يوم الجمعة ليه الأهلي موصلش للنهائي؟ ميدو ليه الأهلي موصلش للنهائي؟ لأن احنا لعبنا في مستوى يمكن يتجاوز مستوى الليفل اللي احنا بدأ العب فيه بشوية نلعبنا في مستوى أعلى فطبيعي جدا أن انت حتقابلك عصرات وطبيعي جدا أن انت حتقابلك سلبياتها تحصل لأن فيه فروق مستوى موجودة بالفعل الفريق اجتهد الكوتش اجتهد ماتش التحاد جدة كلنا شفناه كوتشن جيم عظيم في ماتش في لومننزي لكن انت اتقابلت بصبر من الفرقة التانية اتقابلت بقدرة على التنوع ان هما استنوك تعمل اللي عندك بعدين هما كده بعد كده دخلوا وعملوا الشغل بتاعهم فريق قوي جدا فريق في لومننزي قدر الكوتش بتاعهم دينيز ان هو يختفق يقدر ان هو يلعب لعبة الصبر معك وكسب في النهاية لكن ده يعني ده لا يأتي او يعني ده مش الحاجة اللي هتخليك لا احنا نحاول من اول وجديد النقطة اللي بتكلم فيها عبد الحميد دي وسيم نقطة انه في الاخر في فرق في الكواليتي يعني ما معناه هو اللي خلى فلومننزي يتفوق في الوقت اللي طب ما هتروح ايه لو الاهلي كان استغل الفرص تحشوت الاولاني كان ممكن يبه هو اللي في النهائي فالكفتين دول ليه ترجحت كفة فلومننزي فيهم بس انا عايز اتكلم وكويس النقطة انت ذكرتها ليه ترجحت الكفة طبعا رقم واحد زي ما قال للمحمودي هو فيه فرق في الامكانيات كاكواليتي فردية للعابين وده بنقوي فيه الكور السهلة اللي ضاعت الاهل لو عنده مهاجم واعتقد كل الناس كلمت في الموضوع ده لو عنده مهاجم بيخلص من انصاب الفرص الفرص دي هتترجم لأهداف وكان ممكن الاهلي فعلا هو اللي يكون موجود في الناس لكن يهمني هناك كلمة عن مارس الكولر والكلام عن مارس الكولر الحقيقة اللي أقدم بطولة أنا بشوفها لحد الآن مميزة جدا بشكل عام لكما نتكلم ونخر شوية في التفاصيل لازم نقسمها لأكتر من مقطة الإدارة الفنية ده جانب والإدارة البدنية ده جانب كمان تاني برضو بيعود على مارس الكولر وفي الإدارة النفسية لو أنا كام على الإدارة الفنية ممكن نستعرض بعض لقطات كده جميعا معنا أو بعض صور نشوف إزاي مارس الكولر عمل جيم من ناحية الفنية تحديدا عالي جدا على يعني ده في بداية المباراة يمكن تبعا في ديارة خمسة شوف انتشار لعيبة الأهلي إزاي في نص ملعب في نص ملعب في لومينينز شوف كم لعب هنا ده بيرس ساوه هو بيسدد ده في ديارة خمسة هتلاقي فيه أربع لعيبة ولما نكمل كمان الصورة اللي بعدها وبعد ما سدد هنلاقي كمان ناحية التانية اللي عليه الساهم كمان كان إمام عشور كمان مكمل في الهجمة خمس لعيبة شوف المنظر يعمل إزاي دي هجمة تانية برضو بعدها على طول في نفس الديئة في ديئة ستة برضو نفس المنظر شوف إزاي ضاغط هنا من بداية المباراة مارس الكولر اللعيبي في لومينزي في نص ملعبهم دي نقطة حتة الضغط رقم واحد نشوف حاجة تانية إزاي بيتعامل مع المرتدات شوفنا فرقة في لومينزي وورا الأظهرة في مساحات كبيرة جدا في المرتدات كمان كان بيلعب إزاي شوف هنا المساحات إزاي بيستغلها نلاقي هنا حسين الشرحات اللي معاك كرة شوف وراه على طول بيتقدم علي معلول جاي لوحده تماما في الكرة دي على فكرة لضيحة كهرباء هنا لو كان باصل كرة لعلي معلول كان اختلفت لاختيارات بالضبط وكان فيه تنين خارج المنطقة هنا ده الكواليت اللي بنتكلم عليه وكرة سهلة جدا يقدر كهرباء أنه هو يوقف وعلى فكرة هي مفترض يعني لو نرجع تاني معلش مفترض أن الهجمة ما تروحش هنا أصلا الكهرباء اللي ده اختار كان خاطئ من حسين الشرحات مظبوط لكن هي خدمته لكن ليه خدمته بسبب الكسافة اللي عملها كولر اللي قدت حتى مع تصرفه لغلط برضو الأهل يستفيد منها لكن الفينيش الخطأ شوف هجمة تانية بعدها هنلاقي برضو هنا نفس الكامل اللعبة على المساحات خالفة ميلو دخل قطعها بالزبط وهنا برضو العامل النفسي كمان ده زي ما بقول في عامل نفسي بس قبل ما اجي العامل النفسي نشوف كمان آخر صورة ده في الشرط التاني الشرط التاني برضو دي كان هنا هنلاقي متقدم في ضهر مارسيلو اللي كان مفتح الشوارع بيرسيتاو لكن هنا كهرباء برعونا شرط الكرة ضعيفة في الشرط التاني اللي تاني